الاهل مبارح تخطى المباراة بنتيجة طبعا احتساب الهدف خارج الارض لانتعادل الايجابي 2-2-1-1 طيب الفوز والتأهل ده من وجهة نظرك كانت ايه المشكلة اللي كانت في الملعب؟ طيب يعني هل تشكيل؟ اه التغييرات برضو كانت غريبة؟ ما كانش فيه؟ صح بص نحن بقى تعال بقى ايه ببساطة نرصد يعني سريعا المشكلة بدأت منين النادي الاهل يا جماعة قدام سنبا في خلال 72 ساعة لعبنا اربع اشواط افضل شوت فيه يا محمد افضل شوت الشوت الاول في ناطش الزهاب اللي في تحية اللي في تحية ناطش الزهاب اه اول شوت النادي الاهلي عمل 45 دقيقة ممتازة ممتازة جدا في 45 دقيقة دي النادي الاهلي كان يقدر يخرج فايز في الشوت الاول بس لدى صفر وكانت سهلة جدا كمل الاهداف اللي ضاعت وضرب الجزاء لم تحتسب وكمان الاهلي جاب جونه وانهل شوت واحد صفر فانا دي كان ممكن اصلا بسهولة جدا جد غزة صفر في الشوت ده ولاي حد بكلم اي حد لاعب كورة ولاعب اي نوع من انواع الرياضة اللاعب بيشعر ان المنافس مش موجود انا جاي في مباراة مباراة كبيرة جدا شوت اول لقيت نفسي المنافس اللي قدامي فعلا في سنبا ما جاش سنبا شوت الاول هناك في تنزانيا ما جاش فعليا بدأ الاطمئنان يوصل للعب ناد الاهلي ان المطش خلط احنا كذبين واحد صفر ونقدر في اي وقت نجيب الهدف اللي احنا عايزين ونخلص المقرب النتيجة اللي احنا عايزها شوت التاني سنبا فجأك بالكورة العرضية وهوب في خضام عشر دقايق كنت واحد صفر لقيت نفسك متأخر اتنين واحد بدأ تركيزك يحصل في ايه يرجع تاني لما التركيز رجع تاني هدف التعادل تجيب سرعة جدا فوصك واكد الاحساس اللي عند اللعيبة لو اي وقت انا عايز اجيب في جون انا قادر بالظبط الاحساس ده محمد تواصل في مطش الاياب لان اللعيبة حاسة ان مطش الاياب مطش سهل مش مطش صعب اتنين اتنين خارج الارض هم محتاجين يهجم ويفتحوا خطوط وحن طبعا لما نهاجم اكيد هنحلس اهدى الشوت الاول انا بصراحة شعرت بكل امانة لعيبة النادي الاياب يتفنن ازاي ان نجيب جون شكله حلو ازاي ان نجيب جون الجماهير تفرح بيه ازاي ان نجيب جون ونحتفل تمام قصدي حاسين الموضوع المطش الموضوع منتهي ضيعنا كتير جدا 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 شوت الاول بس الفكرة الانفارق ما بين شوت الاول ده وشوت الاول ننجب تنزاني يا محمد ان في شوت الاول في مصر انت حاسس فيه رعونة الرعونة دي نحستاش هناك في تنزانيا انت حاسس لنعب نعب كويس بس هناك كانت اللمسة الاخيرة بس لكن هنا لا هنا فيه رعونة وفيه يعني ايه عدم تركيز لا لا يجب ان تتفنن ازاي هنجيب الجون يعني برضه يعني امان حسين الشحات تحاول كتير ان هو يعمل الارتو مع ان كان عندك اوبشنز تمرين كتير جدا في كزا حاجة في شوت الاول حسين الشحات لجأ لان هو يشوت الارتو في الوقت اللي كان المفروض فين هو يباصي عن هو يسدد دي هتشوفها كتير دي بسبب ايه بسبب العقل بتا هتلاعيه في الماتش ده انا عايز اكيه الجون امركز في الجون حصل نفس اللي حصل معاك في ماتش تنزانيا الشوت التاني بدأ سيمبا يضغطك فيه اول كلك ساعة مزبوط وبدأ يحاول يصول اللعبة شوت الاول بيلعب زون ديفانس شوت التاني بدأ يلعب ضغطة عاية الشوت التاني بدأ سيمبا هب جيه الهدف طبعا اللي جيه بظروف غريبة جدا 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 وحضك في نفس المشكلة في ماتش الزهاب هنا بقى بدأت اللعبة تعمل ايه ترجع للتركيز الاساسي وفي خمس دايق عوضوا برافو عليك او فعلي من ثلاث دايق بالزبط الفكرة في حد ايه هنا الفكرة ببساطة لعيبة النادي الاهلي عندهم يقين قدام الفليق ده المنافس ده تحديدا ان انت اقلي مني ايه وتعتقدوا ان نفس الفكرة ده هيبقى موجود في سانداونز عشان كده بقول الناس تخلي طبعا فيه نقض جديد شوية عشان انت ماتش مبارح لا ما تقارنش خالص ماتش مبارح او مواجهة سينبا بمواجهة سانداونز